السلام عليكم. كمالي وعدتكم وقت لكم بالله رايح نوضع فيديوهات لأقسام سنة أولى متوسط. اليوم ان شاء الله نبديه المقطع الاول اللي هو الاعداد الطبيعية والاعداد العشارية. عدنا في الجدول للدرسة اليوم. هني حاط لكم حاولت نخدم كل جزء على على حيضة. الاعداد الطبيعية حنحاول نخدمهم ونفهم كل اشياء اللي متعلقة بهم. ونفس الشيء بنسبة الاعداد العشاري. عدنا في البداية لازم نعرف الاعداد الطبيعية وعلى اسمينها اعداد طبيعية والكيفية القراءة والكتابة. لازم نعرف تفكيك النموذج للأعداد الطبيعي ولا الاعداد الطبيعية. وفي الاخير نعطيكم تحدي الكتابة والقراءة. من العاداد الطبيعي نعطيكم تمرين والتعامل الطبيعي تخدمه واحدكم. وتكتبوه لي في كل واحد يكتب لي الايجابة. ونقوم بتصحيح تاحة ونشوف ان شاء الله يا ربي يتكون عندكم ايجابة صحة. نمشيون لعود الجزء الثاني في الاعداد العشارية. ان شاء الله نحاول نخدمهم بطريقة مفصلة. نحاول نفهم الكتاب والقراءات تحمل نفس الشيء والتفكيك النموذج. هذا فيما يخص الدرس الأول. نبدأ على بركة الله. نحاول نبدأ بالاعداد الطبيعي. اعداد الطبيعية لماذا سميت بالاعداد الطبيعي؟ هذه الاعداد الطبيعية نستعملها كنجي نتكلم على اشياء ولا كائنات موجودة في الطبيعة. مثال كنتكلم على الاشجار. كمثال نقدر ان نكون عندي كنجي نحسب الاشجار. وش هي الاعداد اللي نستعملها. مش نحسب الاشجار. كمثال نرفضها ايدا عشوائيا. نقدر نقول واحد شجرة واحد شجرة. ثلاث شجرة. اربعون شجرة. اربعون شجرة. كنت تعرفوه من قبل. قدروا قاني نستعملهم. قدراني نحاول نفهم هادي طبيعي. على شكتبنا طبيعي. هنا بالنسبة لها هذه الاعداد الطبيعية هي اعداد تامة. شوفوا باللي ما فيهاش الاجزاء. مع انت هنا انا منقدرش نقول كمثال يقولوا ليش حاكين شجرة من شجرة في البستان. نقولهم باللي كان ثلاث اشجار ونصف. ولا شجرة وربح. ما نقدرش نقول عندي ربعين شجرة وربح. يطلحل. ما نقدرش نرفض جوزء من شجرة هي ايما نتكلم على شجرة مكمولة. هي ايما ما نتكلمش. ما ندكرش كمثال كان نلقاها كمثال. قصنا ما نقولش عنديه ربعة شجرة. ولا جوزء من شجرة. ما كانش منها. لكن نجي نتكلم على الاشجار. لازم نتكلم على. عدد. نحسب بالعداد تامة. مع انت عندي شجرة شجرتين حتى المليون شجرة ولا اكتر. مهم تكون اعداد تامة. ما نقدرش نرفض منها الادساء. كمثال نجي نحسب القيطات. كمثال يكون عندي قيطات. نجي نحسبهم. عندي كمثال قطة. قطتتين. ثلاث قطة. اربعة قطة. خمس قطة. ما نقدرش نقول قطة وانس. لاحظوا معي شيء غير مقبول. يعني سحطوا في رأسكم حاجة. انه الاعداد الطبيعية سميت بالاعداد الطبيعية لانها تستعمل في حساب كائنات من الطبيع. اي لاحظوا معي. نمشي ودى الوقت لهذه الاعداد الطبيعية. مجد تريد هذه. فيها متكونة من ارقام. عندنا هذه الارقام اختصني فرق ما بين العدد والرقم. الارقام عندي واحد. اثنان. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. وبلا من سا. الصفر. صفر. واحد. نين. ثلاثة. اربعة. خمسة. ستة. سبعة. تمانية. تسعة. هادو كامل. هادو كلهم. هادو كلهم ارقام. اي ادروا. كين دمجوا هادو الارقام مع بعض. كين دمجوا كمثال. نحن نكتب كمثال. عشرة. ستة وخمسة وستون. تالت آلف واربعمائة واثنان وثلاثون. كمثال هادو. هادو. لما تكوني من الارقام. هادو اسمهم. اعداد. ونقدر حتى العدد يكوني فيه غير رقم واحد. نقدر حتى هذا. كمثال تسعة. نجم نسميها عدد. نتكون ما الرقم. هو واحد. ما نقدرش نقول كمثال خمسة وستون هو رقم. نلاحظه معايا. كنت رح السؤال على نفسي. هذه كمثال غير اضافية. كنت رح سؤال على نفسي. رحل نقول augmentوه هذا الصفر اذا كوهي بهذه الطريقة و الـ 1 كوهي بهذه الطريغة و الـ 2 كتبين بطريقة و حتى الـ 9 كتبين بطريقة أ لكن الكثير بالتركوية في عقوبرة فهم نمتلكavat التصرف أنا تكره الأث glorious فهم어� encontra with 7 الموقفين والـ 5 كتبوناه بشكل طيبقول، يعطيناها كل مواقي منذ أي bul Cross و انjudرها رسومات بدون elas كتبينب هذا الطريق بعدividade يمكن stood a stewards بالنسبة للتاريخ الرياضية كانوا يعتمدون بالخسام Erotov الذين يقولون أقريبا على الزوية تعرفوا الزاوية هي الزاوية هذه هذه الزاوية زاوية عندها دلعين وعندها رأس هذه الزاوية هذه الزاوية هل تلاحظوا معي بالنسبة؟ بالنسبة للوقت هم الأرقام في السابق كانوا يكتبوها كمثال الواحد لاحظوا معي الواحد هذا الواحد في السابق كانوا يكتبوها هيدا ما حال فيه من الزاوية؟ فيه واحدة بالنسبة للإثنان كانوا يكتبوها في هذا الشكل لاحظوا واحد الزاوية الأولى الزاوية الثانية هذه الزاوية الأولى هذه الزاوية الثانية الثلاثة كانوا يكتبوها في هذا الشكل لاحظوا معي هذه الزاوية الأولى هذه الزاوية الثانية هذه الزاوية الثانية تنشح المكاين من الزاوية هذا يباش همان يعرفوا الكتابة كتابة بسحوما من بعد حاولوا ما يخليون نشهد الكتابة بهذا الشكل حاول يعطيوها شكل جمالي عشان نجعوها جميلة نكتبونا بهذا الشكل نروح للأربعة أربعة هادي نحاول نكتبوها كما كانوا يكتبوها من قبل هادي كانوا يكتبوها بهذا الشكل هادي هيا عندنا الزاوية الأولى واحدة دين ثلاثة أربعة أربعة على الزاوية نمشي بالخمسة خمسة هادي تانا نكتبوها كما كانوا يكتبوها بهذا الشكل هادي واحد دين ثلاثة ربعة خمسة هادي الزاوية القائمة هي عبارة عن الزاوية بخطرحنا الزاوية نعرف الزاوية الحادة والقائمة والمستقمة والمنفارجة هادي ستة هادي الستة السابقة كانوا يكتبوها بهذا الشكل هادي هادي كما اللي يكتبوها بعد الحياة كما في الألة حاسيبها بعد الحياة ولا يكتبوها بعد في الحاسوب هادي أحسن معي واحدة اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة هادي سبعة كما يكتبوها بهذا الشكل كما يحطوا لها خطة كبيرة هنا وخطة صغيرها هادي هادي تكون حاسبوا واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة كما يحطوا الثامنية يكتبوها هادي هادي هنا عندي أربعة زوايا البوق أربعة زوايا التحت يجي المجموعة تحتها ثمانية تحت زوايا كما يقول لها بالأخير بالنسبة للسعة ساحنا يكتبوها على هذه الطريقة ساحنا يكتبوها على هذه الطريقة ساحنا يكتبوها في السابق كانوا يكتبوها بهذا الشكل هادي 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 أضحت معي عندنا واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة هادي تلاحظ معي أشحام الزوايا كانت تسعة زوايا هما كانوا يخدموا هادي ليس حطونا الأرقام هما مجموعة تبالكم شبالين الأرقام هادو حطوهم بطريقة عشوائية هادي هادي ما عندها حتى فقراء هيا قالوا الواحد نرمزو هادي والرمزة اثنين نحطوه هادي وخمسة نحطوه بهذا الشكل وسبعة نحطو بهذا الشكل بطريقة عشوائية ما عندها احتمعنا هادي الرياضيات ما كان حتى حاجة في الرياضيات ما عندها احتمعنا إلا أي حاجة في الرياضيات موجودة إلا عندها عندها تاريخها وعندها المعنى التحاوى وعندها السبب لاش وضعوها بهذا الشكل وملاحظة هذا مدى هادي الشيء اللي نقوله لكم دروك هادي مدى خلاش في البرنامج دعكم هادي غير كفكرة مش هادي بجرنا نحب تلمي التاعي دايما يطرح السؤال على اي حاجة نحاول اي حاجة يكتبها بلا ما يفهمها نحاول يفهم اي حاجة يعطوها نمشي ودروك لشيء الثاني اللي هو القراءة الاعداد الطبيعي مثال كان يعطونا كمثال اربعة هادي كتبونا هادي هادي كش نقراها لغوية هادي 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 اربعة وستون هادي اربعة وستون هادي اربعة هناك نحط الجدولت هنا فان هذا ماذا كبداية انا عرف انا مشي الاعداد الكبار بسحي يلزم لي نوري لكم السهل ومدى انتمشوا اي عندي احد عشرة مئات ألف هادي عندي عشرة ألف عشرة ألف عشرة ألف عشرة ألف مئة ألف هادي عندي مليون اختربة كاش ألف ألف كين مليون هادي كنسمي ألف 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 تا ألف هو مليون اي الله هادي بحي أربعة وستون هادي كش نكتبها أربعة هو ستون تشوفوا معايا هادي هنا هادي أربعة وستون نحطها كمثال يقولون أربعة أكتب أربعة وستون أربعة هو أحد العشرات هو ستون عشرون ثمانون خمسون سبعون هادي وكامل هما العشرة أي دروق كان يعطونا هذا العدد يعطونا هذا العدد لاحظوا معايا نمش أقول شيء شوية صعب نمش شوية بشوية حتى كنا نضبطوهم كل هادي أي دروق هنا نكتب هذا اثنان هو نرتبهم كمال يكاين في الجدوى اثنان ثلاثة خمسة ستة أي لاحظة معايا هنا نقرأ ستة آلاف وخمسمائة نبدأ ملياسار نحو اليمين نشوف كنجي في القراءة نقرأ ملياسار نحو اليمين هنا نفس الشيء بالنسبة لكتاب ها شوى ستة آلاف وخمسمائة واثناني وثلاثون أي دروق هنا هذه دروق كان يعطونا عدد كبير دروق كان يعطونا عدد كبير اللي شوية يغبنها وهذا نحاولو نحطو عدد كبير يغبنها شوية باش نحاولو نتعلم كان يعطونا العدد كمثال هذا لذا مليسيم تأتي حالة في حالة نكتبها ثمانية كما زيارة مكتوب كما زيارة المكتوب كما زيارة المكتوب كما زيارة المكتوب لدينا تأتي يدرك لكي نقرأ يجيني سهل القراءة. طيب بعض الأحيان كان بعض التناميذ يتعطيه عدد صغير هذا فيه الالف والمئة يقرهه لك. يتعطيه عدد كبير كما هذا يبقى يقرأ كما الأرقام الهاتف. يقول لك 15 46 32 38. كان بعض التناميذ كما هذا ولا يحاول 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 يعطيك الإجابة بالتجزئة واللي يحاول يخليك تسبق تعطيه الاسم. مهم يكون عنده عدد. نحن نحاوله دايما يكونوا امتازين. نحاوله نعرفه كل شيء واللي ما يعرفش يتعلم. ما شيء مشكل ما ما فانش الحال. لأي حاجة ما تعرفهاش سأل عليها وتعلمه واحدة وحدة ما زاد معلم. دايما عمرك ولا تحشم ولا تقول لا ما اسألش سؤال هذا بسيط. وانا ما عرفت لهش ما عليش هنا تعلمه. مشي شرطه تكون تعرف كل شيء وبعد لحيان شيء سهل. هو اللي يكون غابنك. مشي حاجة صعبة بلك حاجة الصعبة تجيك سهلة. حاجة السهلة هي اللي تغابنك. نحاوله نخل ما اقولش. يلا حد معاي هنا. ميزه معاي هنا. شوف هنا. هنا ألف شوف معاي هنا شوف هاد الفكرة شوف. هنا عندي هنا عندي ألف. وهنا عشرة ألف وهنا مئة ألف. يكتميزوا باللي هادو. كامل فيهم ألف 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 ألف. معنى هادو تال ألف. يكتوه معاي. هادو كامل متعلقين بالألف. هذا الهادو. ألف صحة. خلينا أحد عشرة مئة صحي. خلينا من هادو. هدي سهل. مليون باين صحي. هذا مليون صح. باين. يبقى هنا هذا مئة ألف عشرة آلاف ألف. هناك نجي ونقرأ هادو الهادو. كش نقرأها. احنا قلنا بلدي دايما نقرأ نبدأ ونقرأها مليار صحيح. أرى يا جوف. مليون. معنتها واحد مليون حنا ما نقولوش واحد مليون. ما تقولوش عطيني واحد كوراس. عطيني كوراس. قلوش واحد كوراس. قلو مليون. أياد روك. هادو يمكنكش نقرأها. خذك الألف نخليه نخبيوها نخليوها للتالي نقوله خمسومئة وستة واربعون كمالي نقرأوها دي شو كمالي نقرأوها دي نقرأوها دي خمسومئة وستة واربعون ألف خطر متعالقاب الألف و ثلاثمئة وتمانية وعشرة يلاحظت معايا بعد أن تدرمك هادو شو هاد لوالا وحده ثلاثة لوالا ثلاثة أخرين عود وحده مثل هاد ثلاثة هاد متعلقابل ألف ثلاثة لوالا ما متعلقاش بالألف هادو تل وحده وهاد تل آلاف وهادو تل ملايين خلينا ما نهضروش على الملايين هضروش عليهم بزاو قدر قدر وين يحطونا أخرين بالملايين حطونا نيجو ويحطونا أربعة مئة وخمسة واحد وأربعون مليون فحنا ما نهمناش يقدروا يعطونا جميلة الأصعب بس أصعب الحالة وين يحطونا هيدا مليون وزيادة أي دروك هناك شنقرأوا هاد هنا نقرأوا مليون هنا عفو لنكتبها لكم مليون و خمسة ومئة و ستة واربعون كاننا ما نكتبها كان ما نكتبش الألف هوا دات وما نكتبوش الألف ونشوف و ثلاثمئة و ثمانية ثمانية وعشر و عشر توقع هنا هنا دروك هاد خمسة وستة واربعون و ثلاثمئة وثمانية وعشرون هادو يتعاركو دروك يدبزوا بيناتهم قال شكون ليجي في اللول وشكون ليجي في المرتبة الثانية دروك هنا مشكلة ما بينا شكون دروك هادو يدي دروك يكن جون نغطبوهم في الجدول بلا من كمه هيدا يعطوهنا هاد الكتبة ما يعطوناش كميثة هاد هاد الكتابة يعطونا كتاب اللغوي توكان نجي ونحطوها ما نعرفوش شكون لي نحطوها هنا في المرتبة الأولى وشكون لي نحطوه في المرتبة الثانية ما انت هنا تطلب فن ما انت احنا مش نعرفوه هذا باللي هذا هو اللي يجي في المرتبة الثانية نزيدولو ألف أيلا حدر مكتبو اللي صح مليون وخمسمئة وستة أربعون ألف وثلاثمئة وثمانية وعشرون لاحظوا معين نخدموا واحد اخرى أجل ونخدموا هيدا يعود معه بحد نرفضوا عدد صعب أيلا حد معايد روك أجل ونروق هذا نروق نقرأه بحد شو معايد نعم هذا اللول ونبلي ما متعلقش هادات الوحادات هذا كالآلف أي هذا اللي متعلق بالآلف وهذا متعلق بالمالعي هل نشوف معايا؟ أي أدروق ونقر اثنان وثلاثون مليون اثنان وثلاثون مليون وأربعمائة وواحد وخمسون واحد وخمسون ألف متعلق بالآلاف وثمانية وسبعون وثمانية وسبعون ضحتوا معايا لفكرة نشوفوا كالدروق يعطونا يعطونا هادل يعطونا لدروق بالمقلوب كالدروق يعطونا يعطونا دروق الكتابة اللغوية قلنا وجدنا العدد يكتب العدد اللي متعلق اللي نعبر عليه بالكتابة اللغوية التالية كمثال يكتبونا خمسة ملايين خمسة ملايين و ستة وأربعون وأربعون ألف و ثلاثة أهي نلاحظ بهاي دروق نحن نمشي نصنع الجدول قطعي لما صنعت الجدول نقدر نغلط نوضع نوضع الجدول نكون نكون الأمور نمسكنا اي هنا عندي أحد عشرات مئة عاودي هنا ألف هنا عشرة آلاف هنا مئة ألف هنا مليون هنا عشرة ملايين ونمشي أيضا أحد معي دروقوس قالون خمسة ملايين خمسة نمشي للأحا تعالى الملايين طبعا كان قالون عشرون مليون معنى نحطوه في النه معنى خمسة ملايين معنى هنا نحطو خمسة و ستة و أربعون ألف معنى تراني فهذا اللي فيه الألف معنى هنا نمشي لهنا ستة و أربعون نكتب هنا ستة و أربعون و و ثلاثة هل ثلاثة متعلقة بالألف كان وراها ألف ما كانش معنى هذه هذا الجزء معنى هنا نحط ثلاثة يدر وقسم عندي عندي فراغات في الجدول هذه الفراغات اللي في الجدول نملأهم بالأصفار منذي في السفر هنا منذي في السفر هنا منذي في السفر هنا معنى هذه هذا العدد هذا العدد هو اللي عبر لي على هو اللي عبر لي على الكتابة اللغوية خمس ملايين و ستة و أربعون ألف و ثلاثة لاحظة معنى الشي مش حاجة صعيبة شي سهل إلا أنه بعض بعض الحيان أبقى حنا نمشي ونخدمه الأعداد العشرية والأعداد نحاوله مشي ونخدمه التفكيك وكل شيء وحنا بعد الحيان ما نعرفوش حاجة البسيطة ما نعرفوهاش نمشي ونأشي الأشياء الصعيبة وحنا الأشياء السهلة ولربما عدنا فيها عد مثلا لازم أول شي نسجده بعد الأشياء البسيطة وبعد ما شو نخدمو الأشياء اللي تقريبها صعيبة هي ما كان شي صعيب بسها كي تكون عندك تعرف كل الأشياء بالبداية صحة تقدر تقدر تبني كميثال ما تقدرش تبني الطابق الأول وما يكونش عندك الطابق السفلي ما تقدرش تبني الطابق الثاني وانتا ما عندك الطابق الأول لازم هاد الأشياء متسلسلة عندها يلاقي يكون عندك معلومات قبلية تبني بيهم المعلومات الجديدة أما إذا إذا انت ما كنت تعرف حتى كيش تكتب ولا تقرأ عادة طابعي كيش يستحيل أنك تخدم أشياء أخرى ولا تخدمها بطريقة طريقة الحفظ مش طريقة الفهمة والرياضيات فهم ما شي يحفظ انتا ما ما تحفظ هو حتى حاجة كل شي تخدمه وحدك رحطوا معي الفكرة ما شي حاجة صعيبة حاجة سهلة أوداني تكلمنا على على الأعداد الطبيعية والكتابة والقراءة صحة نمشي وعود لها نمشي ولتفكيك النموذج تفكيك للأعداد الطبيعي تفكيك نموذج تفكيك نموذج لعدد طبيعي لعدد طبيعي أي لاحظ معي نصنع أحد جدول هنا عني أحد أشارات مئات ألاف عشرة آآ عشرة آلاف مئة آلاف وعندنا مليون أي لاحظ معي كم يكتبون هذا العدد هذا ووصني إذا عطيت سبكيك النموذج له أي لاحظ معي بالنسبة للأحد الأحد الأحد أول 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 أحد شون هو أول أحد هو واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة هدو أحد هاي حتلتسة من واحد حتلتسة العشارات شون هو أول عشرة هو العشرة أول مئة أول مئة هو مئة كين مئة ولا مئتين ولا ثلثمئة ولا أربعة مئة ولا خمتمئة ولا ستمئة ولا حتلتسة العمية الألف هي أول ألف هي هي ألف أول عشرة آلاف هي عشرة ألف أول مئة ألف هي مئة ألف أول مليون أول ملايين هو مليون هل نتلاحظ معايا أي ضربك هنا و هذا كنت نشوفه عندي 9 1 و عندي 8 10 و عندي 2 100 عندي 200 عندي 80 عندي 9 و 8 و 8 هي العشرة عندي 8 و 10 و ما عندي 9 نتبعها بالوحدة بالوحدة عندي 9 الوحدات و عندي 8 و عندي 2 و عندي 3 و عندي 15 و عندي 4 و عندي 2 مليون يدروق هنا كنجي نكتب هذا العدد كنجي نفكو نموذجيا شوك شنفكو تبكيك نموذجي معنتها نفكوه و نبينو كل رقم و شي مت أي لاحظ العملية اللي تعبر لي على عدد المرات هي علامة في هاي لكي نقول 9 منتع واحد معنتها 9 طعام مرات منتع واحد و هنا 8 طعام مرات منتع عشرة معنت هدو عدد المرات هي في معنتها لكن نجي نكتب نكتب 9 في واحد زائد و 8 في عشرة زائد اتناني في مئة زائد ثلاثة في ألف زائد خمسة في عشرة ألاف زائد أربعة في مئة ألف زائد بحيث نبينو كل رقم من هاد العدد وشي مثل وشي مثل أحد والعشرات والمئات ولا طريقة ريادية طريقة بكتابة ريادية هيا ضحطوا معي كي شي سهل يدرك نمشي والتحدي اهي يلاحظ معي السؤال او هادي دروقتما خدمها ببحثكم نحن ها في درس المقبل ان شاء الله نحاول ونحلوا هذا الاسئلة اللي نعطاهم لك في التحدي شوفوا الاجابة متأكدوا من العمل لتعكم إذا كانت صح ولا وفي نفس الوقت نبني وعود المعلومات للجدد نلاحظ معي نمشي والتحدي كهذا العدد الطبيعي اول يقول انه اكتب لغويا اكتب لغويا اكتب لغويا العدد من ملايه شي بطبيعة الحال نكتب نكتبه لكم هذا تكتبه لغوي ثاني اكتب رياديا العدد وثنه ما نكتبه لغويا ما نكتبه بالأرقام بالعدد ايه هنا نكتب اثنان وخمسون الف اثنان وخمسون الف واربعة واربعة وثمان واربعة وثمان هذا سؤال ثاني سؤال ثلاث اعطي 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 التفكيك النموذجي للعدد على الفيسبوك لا عندكم تالسنة اولى متوسط لا عندكم مشتركين فيها حيث تقدروا تحطهم اليتم وتحب تكتبوا الحلول في ورقة والحصة المقبلة ان شاء الله كنا نعملوا الدرس الثاني ان شاء الله نكتب الحلول تهاد الاخر ونفهمكم الحلول تهاد التحدي تشوفوا روحكم ملاح ولا لا اذا ما يداعي فيها مشكلة عاود عودوا للفيديو من البداية ولا وين اللي غلطوا فيها وحاولوا بشمية بشمية ونقبضوا الله لحظ